هيكون منطقي جداً لو قلت أو حللت يعني سبب رد فعل جماهير النادي الأهلي على أداء ونتيجة المباراة مبارح بالتوقيت ليه التوقيت؟ لأنه الجمهور كان فتح صفحة جديدة يعني هو قفل الصفحة اللي فاتت بحلوها، بامورها، ببطولاتها، بفرحتها، بحتى إخفاقتها وفتح صفحة جديدة منتظر فيها يبتدي موسم جديد بشكل قوي من الوارد أن يحصل لك مطب صناعي، يعني تبقى ماشي كويس جداً وتيجي في مباراة تروح منك كده أو تيجي منك كده فالجمهور بيعديها، حصلت معنا قبل كده يعني مثلاً سبيل المثال ماتش سيمبا في دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت برضه كان في نص الموسم بس الأهلي كان عامل مطشات حالوة في أفريقيا والأخرف الدنيا يعني ما وقفناش عندها لكن في بداية موسم بتهالي دي أسرت وخلت الناس تقول أكيد في حاجة غلط فاني مرتبط بخطة وتكتك وتشكيل ولا بدني بنعني من إجهاد تلاحم المواسم أو لسه الفورمة ما بيشف أحسن حالتها عشان بي نبتدي موسم جديد ولا نفسي مرتبط بالحالة المعنوية للعيبة، مرتبط بإيجاد الحافز، مرتبط بروح الفنلة الحمرة زي ما نتكلم عليها مهمة جداً نعرف ليه عشان نعرف نصلح إزاي ونعالج إزاي ونكمل إزاي وده هيكون محور كلامي مع ضيوفنا النهاردة نجو من نادي الأهلي كابتن أحمد ردوان وكابتن أحمد عبد الفتاح بيشرفونا النهاردة في سادسة بسأل خير يا كابتن، كابتن أحمد بسأل خير بسأل خير يا محميد بسأل نور محطباً نوجود معكم النهاردة نهارين الدنيا، نهارين الدنيا أبتدي من مطش مبارح، الناس كتير جداً زعلانا، صحيح النتيجة مش والظروف اللي كانت مع الفريق متاخدة في الاعتبار الفرقة مسافرة نقصة فرقة كاملة، يعني حاجات كتيرة جداً ممكن تبقى منطقية لكن في النهاية الناس مش راضية عن الظهور الأول لنادي الأهلي في الموسم الجديد، رأيك يا كابتن أحمد والله بسم الله الرحمن الرحيم، الفكرة طبعاً بداية موسم طبيعي بيبقى فيه مشاكل في الفرقة بيبقى لسه فيش تجانس بس زي ما حدتك اتكلمت إن رد فعل خسارة الدوري وخسارة السوبر أنا مش حاسسها من اللعيبة هي دي اللي مزعالة الناس كلها يمكن شوية يعني الأهلي لما بيخسر بطولة احنا الموضوع كان بيبقى فيه روح أعلى من كده رد فعل اللعيبة حتى يعني غير بقى بعيد عن الجهاز شوية إن الموضوع رد فعل اللعيبة مش عارف ليه ضعيف مش حاسسهم إن هم خسروا حاجة يعني الموضوع بالنسبة لهم إن الدوري عادي ما رحش ولا الكاس فدي لنا مستغربة شوية الحاجة التانية مش عارف الشغل على الماتش ده أظن إنه هو كنا محتاجين نلعب ماتشاته ده أكتر من كده شوية يبقى فيه تجانب شوية يمكن دي أنا حاسسها أكتر حاجة اللعيبة اللعب عبعد دي هي نفس اللعيبة اللعب عبعد بقى لها يعني موسم كامل لها كابتراح معيك إحنا بس السنة اللي فاتت كان فيه يمكن ضغطة كبيرة جدا وكان موسم يمكن مش موسم اللي فاتت واللي قابليه كمان لعبة اه تاخد راحة اه بس لما تيجي تعد الموسم برضو لازم تعدها بماتشاط ودية عشان تقدر تروح في حتة كويسة لان انت حضارك بتشتغل في الحتة الفنية الحتة الفنية دي متقسمة للشغل كتير جدا معك الكورة مش معك الكورة ولاحظة فقد الكورة بتعمل فيها ايه وكورة سابت حاجات كتير قوي بتاخد وقت طويل جدا فانت لو ما اشتغلتش عليها في التدريب وبعد كده طبقتها في ماتشاط ودية التجنس ده مش هتلاقيها هتلاقي اللي حصل مبارح يعني فدي اللي تتاخد ان شوية واضح ان ماتش واحد بس ودي اللي تتلعب مازونش ان ده كان كافي لان الصورة تتلعب افضل من كده يعني الحاجة التانية برضو مش عايزين يعني نقصوا عليهم بصراحة الملعب برضو انا كنت شايفه سايق شوية لكن هي فكرة على فكرة الملعب اللي احنا العبنا عليه مبارح ده افضل بكتير جدا من الملعب اللي احنا وجهنا فيه ده بطل النيجر برضو في بداية العشرة انا لسه كنت اكمل حتى بس مع الجوضة الضعيفة بتاعت الفرق التانية لما كانوا بيبدأوا من تحت كانوا بيطلعوا ويوصلوا لك لغاية الجود لكن فكرة برضو الاستحواز شوية كان بعيد شوية عننا ودي مش مش حاجة يعني الطبيعي بيبقى الاهل اللي يعرضون مع الاستحواز معك حلول كتير جدا فان شاء الله المتشاط الجاية يبقى فيه تجانس اكتر من كده وفيه اداء ان شاء الله حسنا انا هتكلم معك في اللي جاي وايه المطلوب من وجهة نظر كابتن احمد ردوان عشان احنا مش بس بنتكلم على دول اتنين وتلاتين في افريقيا نتكلم على ردات موسم مفترض انه الاهلي يعني جاهز فيه انه يفترس اي حد